للعودة تاني وخاصة الجماهير كانت بتنادي باسمه طول المباراة سواء في المطش قبل المباراة الزمالك ومطش الزمالك وشوفنا في مطش الزمالك يعني كمان البوزيشن بتاعه اللي هو بيلعب فيه كهرباء راس حرباء دايما مش بتاعه يعني هي حاجة جديدة جديدة عليه بس هو نهمه لكورة اداله البوزيشن الصح الهدف اللي هو جابه دا تحرك يعني تحرك واعي مش يعني ما جاش صدفة معاه خاصة ان هو مش راس حرباء صريح هو بيلعب جناح يمين او شمال وخاصة شمال تقلقه في مطش الزمالك واحرزه هدف وبرضه خروجه في التوقيت ده كان صح 100% انا بحيي مستر كولر ان هو عجبك انت مستر كولر جدا 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 بيفكر هو وقف بيفكر وقف بيفكر في السيناريو اللي هو شايفه قبل المباراة قبل اي مباراة مش المباراة دي بس وبيفكر يعني بيبقى مدي ظهره وبيفكر في اللعيبة ومين اللي هينزل ومين اللي هيتحرك ومين اللي هيكمل المسيرة بعد ما يعمل التغيير يعني هو وقف يفكر مش بيتفرج على المباراة ما بيتفرجش على اللعيب وبيتعصب على اللعيب ويقول لي ده ارجع ومش عارف ايه واضغط اللي انا بشوفه من بعض المدربين هو بيشوف السيناريو اللي هو عامله هو بيشوفه قدامه ايه فهو دوت اللي بديله الافضلية وبعدين كمان يعني انت شايف لعيبة انا شايف التطور اللي هو عامله لعيبة كتير في النادي الاهلي منه حسين الشحات الناس كانت ابتدت تشكك وتقول حسين وهو حسين وهو حسين محمد هاني خالد عفتاح شايفينه بكرايت طول عمره بيلعب بكرايت في سموحة ملعبوه والناس اتخضت الناس اتخضت يعني انا فيه ناس صحابي ايه ده خالد عفتاح بيلعب في البصير سردباك لا معاني خالد عفتاح مش طويل بس هو يمكن عامل زي حسين السيد عنده جمب برجلين الى اتنين بيقدر يعمل جمب عالي جدا جدا ايه موهبة من عنده من عند ربنا من عند ربنا عنده يعني صحيح اه كونن هو مستر كونن بيكتشف يعني هو وهو بيروح بعد التمرين بيقعد يعيش في سيناريو بيشوف كابتن اسلام كابتن فلان حمد ده إيه اللي عنده وإيه اللي ممكن يطلعه لأن لو أنت مدرب وعايز تشوف عندك مكان قلقك أو دايما فيه ضرب فيه وتبتدي بتعيش وتفكر في لعبتك وتيجي تختار واحد ويقدي فيه يبقى أنت مدرب بتفكر فهو اختياراته وتطويره للعيبة يعني موضوع تطوير اللعيبة دوت وانتقاء اللعيبة دوت موضوع مش بسيط موضوع محتاج موهبة يعني موهبة زائد الممارسة هيقول لك الدراسة الدراسة الإراءة والكتابة دي مش هي إن أنا أقرأ وإعملوا الكلام دوت إنما بتبقى أساس الموهبة مش كل المدربين زي بعضها اللي يقدر يطور لعيب وتنطقي لعيب وتشوفي النداء اللعيب دوت وتقدر يعني شوف قبل كده مين اللي لعب كريم فوقات في البوزيشن دوت وخليها الداف هو كولر مش حد تاني مع إن كريم فوقات كان بيلعب في أمبي باك رايت وباك ليفت صحيح إنما كون هو هو اللي تطوره هو اللي حطه في الجزء حسين الشاحات قبل ما إيجي ندأهلي وهو في شرقيل الدخان كان بيلعب باك رايت ويمكن الفترة وهو في شرقيل الدخان أنا قلت ده لعب كويس وكذا 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 حسين الشاحات لما اختزلوا لما راح الإمارات في العين الإماراتي وهو بيلعب في المقصة واختزلوا بيلعب في 50 متر غير حسين الشاحات اللي كان بيلعب في 100 متر اللعب المبدع أو المميز لعب طرف حسين الشاحات ما يقدرش الاختزال اللي أنت بتلعبه في 50 متر بتاخد نص إمكانياته صحيح حسين الشاحات كان بيلعب في المقصة باك رايت كان باختراقات في القلب وبيروح لحة الشمال إنما لما اختزلوا في الحتة اللي قدام دي حسين الشاحات قال لي إمكانياته هو ليه حسين الشاحات اللي بقى كويس يعني بقى أفضل لأن كلها ادى له المساحة إنه هو بيبتدي ما بيلعبش في 50 متر بيلعب من تحت هو وهاني وبيتبدل مع هاني زائد إن أفشة كان في المباراة دي كان عامل مهم جدا الناس ما خدتش بالها منه هو ما حسيتش بيه بيقوله فين أفشة أفشة كان بيلعب دور إنه هو كان راجل بيأمن حسين الشاحات ومحمد هاني كان بيلعب في نص الملعب معه ناحية الليمين كان يعني من العمود الليمين فمستر الكرة طبعا أنا بحييه إنت يعني هفضل أقول أنا بحييه ومعجب بيه جدا ومعجب بتفكيره ومعجب بيه